قبل أن يغلق القبر تأكدوا فهناك من دفن حيا روزانجيلا ألميدا دوس سانتوس كانت تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما عندما أعلن عن وفاتها بسبب صدمة انتانية في الثامن والعشرين من يناير عام الفان وثمانية عشر وعلى إثر ذلك تم إعداد ترتيبات الجنازة وأقيمت المراسم في بلدة رياتشاو داس نيفيس الواقعة شمال شرق البرازيل ومع ذلك ورد أن السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع الدفن بدأوا يسمعون صراخا قادما من قبر سانتوس بحسب موقع الأخبار البرازيلي وتظهر لقطات فيديو عملية انتشال نعشها وعند فتحه تم العثور على جثة سانتوس مصابة بجروح دامية في اليدين والجبهة وهو دليل على أن المرأة حاولت بقوة لتجد طريقها للخروج من قبرها وتشير التقديرات إلى أنها ظلت محاصرة لمدة 11 يوما ومنذ ذلك الحين اتهم المتورطون بانتهاك مكان استراحة سانتوس دون داع بعد أن ادعى الأطباء أنه من المستحيل عليهم عدم ملاحظة أن المرأة كانت على قيد الحياة قبل دفنها في فبراير عام 1885 نشرت قصة مزعجة عن رجل يعرف باسم جينكينز وبحسب ما ورد فقد كان جينكينز مريضا لعدة أسابيع وفي النهاية أصبح عاجزا عن الكلام وكان جلده باردا ورطبا ولم تكن هناك علامات واضحة على الحياة ولهذا السبب اعتبر ميتا وفي اليوم التالي دفن داخل تابوت بعد فترة وجيزة كان من المقرر نقل جينكينز إلى مقبرة العائلة لذلك اقترح فتح التابوت حتى يمكن التحقق من حالة الجثة فإذا كانت في حالة سيئة فيجب وضعها في مكان خاص وصدم جميع الحاضرين عندما تم العثور على جينكينز ملقى على وجهه للأسفل تم انتزاع شعره من رأسه بكميات كبيرة وكانت هناك خدوش بأظافر في جميع أنحاء الجزء الداخلي من التابوت في سبعينيات القرن الماضي كشف أحد الفنانين المصريين ويدعى محمود المليجي لصحيفة أخبار اليوم المصرية أنه قام بدفن شقيقته حية دون أن يدري فقد كانت تعاني من مرض خطير لمدة عشرين عاما عندما توفيت قام بإنهاء إجراءة الدفن بنفسه لكن الصدمة الكبيرة كانت بالنسبة له بعد مدة عندما أراد دفن أحد أقاربه في القبر ذاته إذ أن قبور المصريين تحوي غرفا واسعة ويمكن أن تضم أكثر من مية في القبر الواحد لذلك حين فتح القبر وجد شقيقته في مكان آخر غير الذي وضعها فيه ومن مصر أيضا هناك فنان آخر يقال أنه تم دفنه حيا بنفس الطريقة وأنه تم سماع أصوات قادمة من مدفنه وفقا لشهادة حارس المقبرة إلا أن عائلته نفت الأمر جملة وتفصيلا وأن الفنان الراحل بقي في ثلاجة الموتى لأيام ولكن يبقى السؤال لماذا طالت الشائعة هذا الفنان بالذات؟ نيسي بيريز مراهقة هندوراسية تم دفنها حية لكن حقيقة هذا الأمر هو مأساوي في حد ذاته ولكن عندما تعلم أنها كانت حاملة في شهرها الثالث في ذلك الوقت تصبح القصة أكثر حزنا بعد تعرضها لنوبة ذعر خارج منزلها بسبب انفجار مفاجئ لإطلاق النار بدأت بيريز تخرج رغوة من فمها وعندها اتصل والداها معتقدين أن روحا شريرة تستحوذ عليها بالكاهن لتنفيذ عملية طرد الأرواح الشريرة ولسوء الحظ توفيت بيريز البالغة من العمر ستة عشرة عاما ودفنت في مقبرتها المحلية لمدة يوم تقريبا قال زوجها رودي جونزاليس أنه سمع صراخا مكتوما وضجيجا يخرج من قبر زوجته عندما ذهبت عائلة الفتاة للتحقيق في الوضع وجدوا أن نافذة المشاهدة الزجاجية على نعشها قد تحطمت وأن أطراف أصابعها أصيبت بكدمات شديدة وكلاهما نتيجة لمحاولتها الهروب من قبرها المبكر هناك من دفنوا أحياء وهناك من كانوا على وشك الموت ولكن تم إنقاذهم في اللحظة الأخيرة ومروا بتجربة غريبة تركت أثرا بالغا في أنفسهم وهي تجربة الاقتراب من الموت هل سبق وأن رأيت أحدا يشبهك ممددا في سريرك؟ ربما لم يحدث معك أنت لكن أؤكد لك أنها حدثت مع آخرين غيرك فانتظر لتسمع الحكاية جين جيتنز امرأة تبلغ من العمر سبعة وخمسين عاما أثناء خضوعها للمخاض المطول والمرهق لولادة ابنها توماس شعرت بشيء غريب خف الألم فجأة وانفصلت تماما عما يحدث حولها حيث كان هناك نفق اندفع اتجاهه ثم دخلت إلى الغرفة ثانية كانت تراقب نفسها وهي تلد طفلها من سقف الغرفة رأت رأس الطبيب والممرضات حتى إنها تمكنت من ملاحظة الشعيرات الرمادية النابتة أعلى رأس الطبيب وجذور الشعر الأسود للممرضة الشقراء تلك التفاصيل من الصعب على امرأة خاضت مخاضا مؤلما أن تدركه لكن جين الطافية خارج جسدها لم تكن في تلك اللحظة تشعر بألم الولادة عندما كاد الأدميرال البريطاني السيرا فرانسيس بوفورت أن يغرق قال يصف شعوره وقتها لم أكن أشعر بأي ألم جسدي فقد حل الشعور بالهدوء والسكينة لقد أصبحت أحاسيسي ميتة لكن العقل لم يكن كذلك ويبدو أنه قد زاد نشاطه شعرت أنني أسافر إلى الوراء بدى لي أن كل حادثة في حياة الماضية موضوعة أمامي في نوع من الرؤية البانورامية تسمى هذه الحالات تجارب الاقتراب من الموت وغالبا ما تحدث تغييرا في الحياة وكثير منها يحدث في ظل ظروف قاسية كالصدمة أو توقف نشاط الدماغ أو التخدير العام العميق أو السكتة القلبية وفقا لوجهات النظر السائدة في علم الأعصاب يخبرنا الآلاف من الناجين أنهم تركوا أجسادهم المتضررة خلفهم ومواجهة عالم يتجاوز الوجود اليومي غير مقيد بالحدود المعتادة للمكان والزمان يمكن لهذه التجارب الغامضة القوية أن تؤدي إلى تحول دائم في حياتهم إن تجارب الاقتراب من الموت ليست رحلات خيالية إنهم يتشاركون في قواسم مشتركة واسعة عدم الشعور بالألم أو رؤية ضوء ساطع في نهاية النفق وظواهر بصرية أخرى أو الانفصال عن جسد الشخص والطفو فوقه أو حتى الطيران في الفضاء وقد تشمل مقابلة أحبائهم أحياء أو أموات أو حتى مراجعة لذكريات العمر سواء كانت جيدة أو سيئة هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله